السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم على قناتي معكم دائما اسماء من قناة اسماء كويزين اسماء لطبخ نتمنى يا ربي انكم تكونوا كامل بخير وعلى خير وبساحة جيدة والاخوات لأول مرة يشوفوا هذا الفيديو لأول مرة يزوروا قناتي نتمنى انكم تبعوا هذا الفيديو حتى الأخير وإذا عجبتكم الفيديو وما تنساوش تشتركوا على القناة تديروا جام ودخلوا لي تعليق تحفيزي حتى نتشجع اني نشارك معكم وصفات اخرى كما حينشوفوا اليوم حينشارك معكم وصفة يعني اقل ما يقال عليها رائعة وهي وصفة حلوية جافة يقولوا لها لدولاغ بالنسبة لهذه الحلوة رحين نحتاجوا الى 250 غرام من الزبدة طرية على درجة حارة الغرفة حين نحتاجوا الى 100 غرام من حلوة الترك ولا الحلاوة حين نحتاجوا الى 4 زفار بيت كاس بمقدار 250 ملتر من السكر المسحوق كاس من الفانيلا كاس بوزن 10 غرام من خميرة الحلويات حين نحتاجوا الى عطر الفانيلا ولا الفانيل حين نحتاجوا الى فارينة باش نطموا الحلوة التركة و بالنسبة ل لدولاغ و لدهنوا الحلوة التركة كما اخذت تحبه سفار بيت زدت عليها الاكستخي ولا عطر القهوة و اجدت عليها شوية على الماء الاختي المتوفر عندها لباتا كافي ولا عطر القهوة تقدر اضيف شوية نسكافي دوب في الماء كما نرى سننخدم العجينة هي عبارة عن او باتسابلي كما لباتسابلي كامل العديل لكن ما ينبيزها انها رح تكون فيها دوق حلوة الترك كما اجدت او 250 غرام من الزبدة اللي لازم تكون طريه بش سهل عليكم هاد العملية ضفت عليها هنا عطر الفانيلا اذا عندكم السائل ولا لا بود استعملون انتوما وشم توفر عندكم في الدار ضفت عليها حلوة الترك من بعدها ضربتهم مليح مع بعضاهم من بعد زدت عليهم السكر اللي استعليهم لسكر غلاس ولا السكر المسحوق هنا راح نضرب المواد مليح مع بعضاهم حتى نتحصلوا على قوام كريمة ودايما نقلها ونعودها انو العجان ولا لابد خامره اشتروري في نجاح وصفاتكم من بعدها نضيف عليهم سفار البيض حبه بحبه حتى يتخلط من يدها من يدها اكيد تضيف حتى العجينتها تلحق الى القوام الكريمة بهذا الشكل من بعدها ضفت عليها كاس من النشا لما يزينا ضفت عليها كيس خميرة الحلويات بوزن 10 غرام ما يعاد الملعقة كبيرة راح نضربهم مع بعض من بعد راح نبدأ باضافة الفارينة تدريجيا حتى نتحصل على عجينة كيما عجينة السابلي ما راه يبسا ما راه يطرية في نفس الوقت يعني لازم تكون طرية لكن ما تلسقش في يديكم انا هنا راح نضيف الفارينة بشوية دائما نقولكم خدوا راحتكم غربوا الفارينة التاكم استعملوا يدكم في هاد المرحلة حتى تحسوا بقوام العجينة تعرفوا إذا تزيدوا لها اكثر ولا قل تعال الفارينة انا هنا هاي الكلاعجينة التاعية اللي دا حصلت عليها راح نحطها هكذا في مرق فيلم حتى ما تنشفليش نخلوها تريح اذا امكن مدة 15 دقيقة في التلاجة يعني الوقت اللي تخملوا فيه انتم تغسلوا هدو كل بمعنى تكون ريحت لكم من بعدها راح نبدأ ونخدموها على شكل يعني نحلوها عادي نقطعوها بهذا القطاع الدائرية نرشو شو الفارينة من بعد نبدأ ونقطعوه نحطوه في السنوات يعني الطريقة العازية اللي نخدمو بها الحلويات والليسابلي ونا هنا في هذا الوقت وفي هذا الوقت الفرن التاعي راه يسخن على درجة 180 درجة وحنا كماشتو من ديرها خشينة بزف من ديرها رقيقة بزف لانو ما تنساو شحين لسقو زوج حبيبات مع بعضاهم وتعنيك فيها كمية قليلة من الخميرة وفيها صفار البيت اللي راح يخليها تخمر من بعد ما قطعت الدوائرة التاعي كامل استفتهم في سنيوة من بعد راح نعطو لهم هذيك الزينة كماشتو خضيت هذك صفار البيت اللي ضفت عليه لاباتا كافي ولا عضر القهوة شوية تالما خدو بانسو صغي وره هكذا الدهنو الصدح من بعد باستعمال الشوكاورا باستعمال لفوشات ديرو هاد الشكل يعني هدا هو الشكل التقليدي بالنسبة لحلوة الدولاغ حين تقولوا علاش اسموها للدولاغ صراحة ما عنديش معلومة وعلاش لكن هدا هو اسمها من بعدها كما قلت لكم نحطها الطيب على درجة 180 درجة نخليها تبرد انا كنت خدمتها في الليل يعني خدمتها في الليل بعد ما قصلت معاني وتعشينها درتها بعد ما بردت حطيتها هكذا يفهد يوم بواتها كما يدخل هاش لهوا وغطيتها من غداك الصباح اراح نشبهها يعني تقدروا تخدموا حالويات على عدة مراحل يعني ما تكلفو شروحكم خدموا باعقلكم من بعد كما شتو ناخد هكذا تحباك كما شتو داك الشكل اللي اعطيناه من الفوق بصفر البطاك من بعد هدوك الجوانب ندهنوهم بلاجرولي ولا بالمعجون المربا نديروهم هكذا في المكسرات اما كوكاو اما لوز اما جوز انا صراحة هنا ستعمل الكوكاو لانو الضوك لانو الضوك داع الحلوة الترق والكوكاو يتماشاوا مع بعضاهم تقدروا تستعملوا الجلجلان انتو ما وش حبيتو وكما شتو داك الشكل اللي اعطيناه من الفوق بصفر البيض وعد القهوة اعطالها شكل رائع انا هنا كملت شبهة الحبيبة التاعي كامل هاد المقدار خرج لي 28 حبة بهاد الحجم يعني الكبير ما شاء الله حليه 250 غرام اعطت لي 28 حبة الاخوات اللي حبو يعرفو اش حال خرجتلي اي فوالا احنا لحقنا الى نهاية هاد الفيديو يماشتوا معايا وصفة رائعا تمنى انها عجبتكم تمنى انكم تجربوها في مناسباتكم في اعيادكم ودائما نقولكم استنوني في الوصفة القادمة اشتركوا على القناة تشجعوني ونقولكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الى الوصفة القادمة ان شاء الله دعواتكم شكرا